تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعا برقيات ثانية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد مع أخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة وولياء العهود عبر سمو حفظه الله فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهم بدوام الصحة والسحدة مبتهلا إلى الباري جل شأنه أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذه الدول وشعوبها الشقيقة بوافر الخير واليمن والمسرات